برنامج من الكويت يأخذكم في رحلة بين أبرز الشخصيات الكويتية ويسلط الضوء على أهم الأعمال التي ساهمت في نهضة الدولة وتميزوا بالأعمال الخيرية في عصر النهضة الكويتية وفي بناء القيم شخصية اليوم عبدالله خلف حمد عثمان السعيد ولد عام 1899 وتوفي وارده وهو صغير فتولى رعايته جده حمد وأحسن تربيته وأدخله الكتاتيب فتعلم القراءة والحساب والقرآن الكريم اشتغل في مزرعة عمه بالجهراء وهو في عمر صغير ثم عمل في التجارة وفتح الله له الرزق والبركة فظهرت أثارها عليه بكرمه وسخائه وكعادة المحسنين كان يسدد ديون المحتاجين ويساعد الفقراء ويترك لهم المواد والغذاء عند بيوتهم ليلاً أعد وكعادة المحسنين كان يسدد ديون المحتاجين ويساعد الفقراء ويترك لهم المواد والغذاء عند بيوتهم ليلاً فيصبحون ويجدون ما ترك لهم كان عبدالله الخلف يساعد الشباب على الزواج ويكرم عابري السبيل والمسافرين المنتقلين بين السعودية والكويت والبصرة ويقيمون في ديوانه فيكرمهم سواء يعرفهم أم لا كان أول من اقتنى سيارة من أهل الجهراء في عام 1927 فإذا ذهب إلى الكويت نقل الناس معه ذهاباً وإياباً بلا مقابل وكان متخصصاً بأخبار أهل الجهراء برؤية هلال رمضان وشوال فينتظر بالمدينة فإذا ثبتت الرؤية عاد مسرعاً للجهراء ليخبرهم وعلامته أن يطلق عدة طلقات من بدقيته وعلامته أن يطلق عدة طلقات من بدقيته إذا وصل فيعلم الناس بالخبر بنى عبدالله الخلف مسجده بالجهراء عام 1974 ويضم المسجد جانب مصلى للرجال ومصلى للنساء ومكتبة عامة تحتوي مراجع في مختلف العلوم التي تخدم الطلبة العلم ومن أعماله مسجد الجهراء القديم إذ ساهم المحسن عبدالله الخلف السعيد في تحمل مصاريف المسجد وتكفل برواتب الإمام والمؤذن وعن مساجده التي أقامها خارج الكويت قام رحمه الله بإنشاء بعض المساجد في عدد من الدول العربية والإسلامية منها مسجد في بلوشستان ومسجد آخر في حمانا في لبنان وحفر العديد من الأبار في أفريقيا وساهم كذلك في مسجد على نفقته الخاصة في أفريقيا وأفغانستان ومن أعماله بناء مدرسة الجهراء الابتدائية للبنين كما تبرع بقطعة أرض من مزرعته ليبني عليها مدرسة للبنين وتكفل براتب مديرها الذي بلغ ثمانين ربية شهريا وهو الشيخ ساير عبدالله الاعتيبي رحمه الله شهد الحاج عبدالله الخلف شهد معركة الجهراء والرقعي وسهم في بناء سور الجهراء في تلك الأيام العصيبة توفي رحمه الله في مايو عام 1994 بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الخيري رحم الله رجل الخير رحم الله رجل الخير والإحسان وجعل أعماله في بيزان حسناته وأسكنه فسيح جناته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر